تقول تحية طيبة طلعت لجنة التربية النيابية على جدل امتحانات العامة للدراسة الاعدادية المقرر انطلاقها بتاريخ 21.6.2023 وبعد أن وردنا العديد من المناشدات لمنح الطلبة وقت كافي لمراجعة المواد الدراسية للأيام أدناء لإعداء الامتحانات العامة ولما تقدم توصي لجنة التربية هذا الكتاب صادر من لجنة التربية في مجلس النواب موجه إلى السيد وزير التربية بوزارة التربية توصي لجنة التربية بإعادة النظر بجدول الامتحانات وتكيفه بما يخدم أبناء الطلبة وبما ينعكس إيجابا على أدائهم عنهم مقدمي لجنة التربية لجنة التربية قدمت هذا الكتاب والسيد الوزير قال أن الأسئلة ستكون من ضمن المنهج المقرر وبسيطة وسهلة وأدعو الطلاب أن يركزون بالامتحانات ويتركون مثل المناشدات ستجري الامتحانات في وقتها المحدد ترجمة نانسي قنقر